موسيقى إذن بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إذن نلتقي اليوم في ثاني محاضرة من محاضرات مقياس اقتصاد المؤسسة إذن تتكون هذه المحاضرة من عنصرين أساسيين العنصر الأول يتناول أهداف المؤسسة العنصر الثاني يتعرض إلى المؤسسة كالنظام مفتوح إذن نبدأ بأهداف المؤسسة إذن أهداف المؤسسة تختلف وتتنوع فمنها الأهداف الاقتصادية ومنها الأهداف الاجتماعية ومنها الأهداف الثقافية وحتى الأهداف التكنولوجية إذن الأهداف الاقتصادية يأتي في مقدمتها هدف تعظيم الربح لأن زيادة الأرباح تعني وجود إمكانيات جديدة للنمو وقدرة أكبر على جذب المساهمين للمشاركة في رأس مال المؤسسة بالنسبة للهدف الاقتصادي الثاني هو تحقيق متطلبات المجتمع إذن وجود المؤسسة في المجتمع منوط أو مرهون بما تقدمه من سلع وخدمات تلبي احتياجات المجتمع حيث أن المؤسسة تدرس هذه الاحتياجات وتعمل على توفيرها من خلال السلع والخدمات التي تقدمها إلى السوق بالنسبة له الهدف الموالي فهو عقلنة الانتاج إذن ما المقصود بعقلنة الانتاج؟ إذن عقلنة الانتاج هي الوصول إلى تحقيق الأهداف عن طريق الاستعمال الرشيد لعوامل الانتاج وتقليل التكلفة قدر المستطاع ويمكن الوصول إلى ذلك بتطبيق أساليب حديثة في الإدارة منها مضم الجودة، الأنظمة الخبيرة للانتاج والتخطيط كما يمكن للمؤسسة أيضا عقلنة انتاجها من خلال انخراطها في سياسات حماية البيئة وهذه السياسات تركز على تقليل الفواقد والمخلفات حيث من خلال هذه السياسة يمكن للمؤسسة أن تتفادى الإصراف والتبذير في استخدام المادة الأولية إذن بالنسبة للأهداف الاجتماعية ويأتي في مقدمتها ضمان مستوى مقبول من الأجور حيث يعتبر العمال من بين المستفيدين الأوائل من نشاط المؤسسة لأنهم يتقاضون أجور مقابل ما يبدونه من جهد في تحقيق القيمة المضافة طبعا تتراوح هذه الأجور بين الانخفاض والارتفاع حسب نوع المؤسسة ومستوى المعيشة في المجتمع وفي حالات كثيرة تتدخل الدولة من أجل تحديد ما يسمى بالأجر الأدنى المضمون وذلك من أجل حماية العمال من استغلال رب العمل وعلى رغم من كون هذا الأجر لا يضمن حد الكفاية للعمال إلا أنه قد يضمن لهم حد الكفاف إذن ما الفرق بين حد الكفاية وحد الكفاف إذن حد الكفاف هو أن يكف الإنسان يده عن مال غيره أما حد الكفاية فنقصد به وصول العامل إلى إشباع حاجاته والوفاء برغباته إذن من بين الأهداف الاجتماعية الأخرى للمؤسسة هو تحسين مستوى معيشة العمال وذلك من خلال توفير إمكانيات مادية ومالية تسمح بتلبية احتياجاتهم التي تتغير وتتطور بشكل مستمر بسبب التطور السريع في المحيط سواء التطور التكنولوجي أو الحراري الذي أصبح يشمل مختلف نواحي الحياة كذلك من بين الأهداف الاجتماعية للمؤسسة إقامة أنماط استهلاكية جديدة حيث تقوم المؤسسة بالتأثير في أذواق المستهلكين عن طريق الإشهار والدعاية أيضا وهذا ما يجعل المجتمع يكتسب عادات استهلاكية جديدة قد تكون إيجابية أو سلبية مثل تشجيع الأفراد على الاستفادة من مزايا المكملات الغذائية أو تفضيل المأكلات السريعة أو جعلهم يقومون باستبدال منتوج بآخر أو تحفيزهم على اقتناء المنتوج الوطني بدل المنتوج الأجنبي إذن من بين الأهداف الاجتماعية أيضا الدعوة إلى تنظيم وتماسك العمال المؤسسة في الحقيقة هي عبارة عن خلية اجتماعية تجمع داخلها مجموعة من العمال تختلف مستوياتهم العلمية وانتماءاتهم الاجتماعية والسياسية وهذا ما يجعل المؤسسة تقوم بدعوة مختلف أطياف العمال سواء كانوا ضمن تنظيمات رسمية أو غير رسمية للتماسك والتفاهم لأن ذلك يعتبر الوسيلة الوحيدة لضمان حركة واستمرارية المؤسسة ومواصلتها لتحقيق أهدافها نجد كذلك توفير تأمينات ومرافق للعمال حيث تعمل المؤسسات على توفير بعض التأمينات مثل التأمين الصحي والتأمين ضد حوادث العمل وكذلك التقاعد كما أنها تقوم بتخصيص مساكن للعمال وتوفر لهم مرافق عامة داخل المؤسسة مثل المطاعم والمقاهي والأكشاك هذا فيما يتعلق بالأهداف الاجتماعية أما فيما يخص الأهداف الثقافية والرياضية فنجد من بينها توفير وسائل ترفيهية وثقافية للعمال وعائلاتهم مثل المصلح والرحلات مما يساهم في زيادة رضا العاملين وولائهم للمؤسسة تدريب العمال المتدئين ورسكلة القدامى كذلك يعتبر هدفا من الاهداف الثقافية للمؤسسة حيث أن دخول العمال الجدد للمؤسسة بمعارف نظرية غير مرتبطة بالمجال التطبيق يجعل المؤسسة تحرص على تدريبهم في المجال العمل الميداني كما أن تطورات التكنولوجية المستمرة أيضا تحتم على المؤسسة إعادة تدريب العمال القدامى وذلك بما يتماشى مع المناهج والآلات والأسريب الحديثة في الإنتاج والتسويق وغيرها كذلك نجد أن للمؤسسة أهداف تكنولوجية حيث تعمل الكثير منها خاصة الرائدة على استحداث وظائف ومصالح خاصة بعمليات البحث والتطوير وترصد لها مبالغ مالية هامة إدراكا منها لأهمية ذلك في تحسين طرق الإنتاج وتحقيق الأسباقية على المنافسين حيث نجدها دائما في تواصل وفي عمل ونشاط وتنسيق مع الهيئات العلمية ومؤسسات البحث العلمي إذن نمر للعنصر الثاني من هذه المحاضرة وهو توضيح المؤسسة كنظام مفتوح طبعا ماذا نقصد بالمؤسسة كنظام مفتوح؟ نقصد به أن المؤسسة عبارة عن مجموعة من العناصر المتفاعلة فيما بينها وهي في نفس الوقت جزء من نظام أكبر هو المحيط أو المجتمع الذي تتواجد فيه ومن بين ربما المفكرين والرواد الذين أشاروا إلى هذا النظام المفتوح بيتر لانفلي كذلك ناجد شيستر بيرنارد وكما أشارنا في محاضرة سابقة بارسونس إذن ينطلق أصحاب هذا الفكر من فرضية أنه يمكن حل العديد من المشاكل التسيرية من خلال نظر إلى المؤسسة على أنها نظام يتبادل الأثر والتأثير مع المحيط الخارجي وبهذه الطريقة يمكن أن نميز بين المنظمات المنفتحة على بيئتها والتي لها سلات قوية مع المنظمات الأخرى في المجتمع وتتأثر بعوامل تقع خارج حدودها وتتفاعل مع المحيط من خلال ما تحصل عليه من مدخلات وما تصدره من مخرجات وبين المنظمات المنغالقة على بيئتها حيث لا توجد علاقة بينها وبين المنظمات الأخرى كما أنها لا تتفاعل مع محيطها وغالبا ما يكون مصير هذا النوع من المنظمات هو الفشل ومنه يمكن القول بأن النظام المفتوح يتكون من مجموعة من الخصائص هي أن النظام المفتوح يؤثر في البيئة ويتأثر بها من خلال ما يقدمه من مخرجات وما يحصل عليه من مدخلات إذن كما أن النظام المفتوح يزداد انفتاحا على البيئة كلما تعقدت مدخلاته ومخرجاته بينما مدخلات الأنظمة المغلغة قليلة جدا ومحدودة ومخرجاتها بسيطة إذن نشاط النظام المفتوح مستمر فهو يستورد موارده الأساسية من البيئة ويحولها إلى مخرجات تلبي حاجات البيئة وهذه المخرجات تؤثر بدورها مرة أخرى على مدخلات النظام من حيث النوع والكم كذلك من بين خصائص النظام المفتوح أنه أكثر قدرة على البقاء والاستمرار لأنه قادر على استيراد الطاقة والموارد الأساسية بشكل مستمر من بين الخصائص أيضا يتلقى النظام المفتوح تغذية راجعة ويستجيب لهذه التغذية ويعدل من مدخلاته وعملياته في ضوء ما يتلقاه من معلومات كذلك من بين خصائص النظام المفتوح أن أجزاءه مترابطة ومتكاملة من أجل استمرار النظام في تحقيق أهدافه من بين الخصائص التي يتميز بها النظام المفتوح أن النظام المفتوح في بداية نشاطها تتشابه لكنها تتميز وتختلف بعد فترة من تفاعلها مع البيئة التي تعمل فيها إذن من خلال الخصائص السابقة يمكن القول أن كفاءة التنظيم تعتمد بالإضافة إلى قدرته على التحكم بالمكونات الأساسية الداخلية إلى ميزة القدرة على إقامة العلاقات الناجحة مع عناصر البيئة الخارجية وعلى القدرة على التعلم من خلال ما يتم رصده من معلومات متعلقة بذوي العلاقة والمستفيدين من خدمات التنظيم إذن السؤال المطروح هنا والذي يتبادر إلى أذهاننا هو ما هي المكونات الداخلية للتنظيم وما هي المكونات الخارجية وكيف يحدث ذلك التفاعل إذن الإجابة يقدمها بارسونز من خلال شرحه للمكونات الداخلية والمكونات الخارجية للتنظيم إذن بالنسبة للمكونات الداخلية حسب بارسونز فهو يرى بأن كل نسق أو مؤسسة تتكون من ثلاثة أنساق فرعية وهي النسق الفني وهو كل الأنشطة الفنية أو التكنولوجية التي تساهم في تحقيق أهداف المؤسسة هذه الأنشطة يباشرها مجموعة عمال سواء كانوا تنفيريين أو فنيين بالنسبة للنسق الثاني هو النسق الإداري ويعني أنشطة التخطيط والتوجيه والرقابة والتنظيم أي مختلف وظائف الإدارة أو وظائف التسير التي نعرفها إذن بالنسبة للنسق الثالث هو النسق النظامي أو المؤسسي ويتكون هذا النسق من الإدارة العليا لكل مؤسسة مهمته هي التنسيق بين النسق الفني والإداري وربط المؤسسة ببيئتها الخارجية يضيف بارسونز أيضا إلى أنه كي يستمر كل من النسق الفني النسق الإداري والنسق النظامي يجب تلبية ما يسمى بالمتطلبات الوظيفية طبعا هذه المتطلبات الوظيفية هي متطلبات داعمة للنسق الفني والنسق الإداري والنسق النظامي طبعا هذه المتطلبات الوظيفية هي المواءمة إذن المواءمة أو التكيف ويشير إلى النجاح في الحصول على الموارد البشرية والمادية من البيئة الخارجية والقدرة على تصريف المنتجات بما يتوافق والظروف السائدة في المجتمع أي التأقلم والقدرة التفاوضية للمؤسسة في الحصول على ما تريد وتصريف ما تريد تحديد الأهداف وهذا هو المتطلب الوظيفي الثاني بالنسبة لبارسونز أي تحديد الطريقة المثلة للاستفادة من استخدام الموارد المادية والبشرية التي حصلنا عليها من البيئة الخارجية ولن تكون هذه الطريقة مثلة إلا إذا كانت هذه الأهداف تتميز بالواقعية والقابلية للقياس وأن تكون مرنة ومتوافقة مع إمكانيات المنظمة إذن بالنسبة لي المتطلب الوظيفي الثالث هو التكامل ويشير إلى علاقات التنسيق التي تنشأ بين الوحدات التنظيمية التي تقع في نفس المستوى كما يشير التكامل أيضا إلى مدى تلاؤم الظروف السائدة في الأنساق الفرعية مع الظروف السائدة في النساق الكلي بالنسبة لي المتطلب الوظيفي الرابع وهو الكمون ويعبر الكمون عن العلاقات والتوجهات والقناعات الراسخة في العقل الباطن للمؤسسة وعلى المؤسسة التعامل معه من خلال تدعيم النمط من خلال تدعيم النمط ونقصد بتدعيم النمط أي المحافظة على هوية المؤسسة كجزء من هوية المجتمع الذي تعيش فيه من خلال إرساء ثقافة تنظيمية وتدعيم قيم وعادات ومعتقدات يؤمن المجتمع بأفضليتها مقارنة مع ممارسات أو ثقافة أخرى كذلك يمكن الوصول إلى هذا المتطلب الوظيفي من خلال استيعاب التوترات التنظيمية أي كيف تستطيع المؤسسة احتواء التوترات والصراعات التي تحدث داخل المؤسسة إذن هذا فيما يتعلق بالمتطلبات الوظيفية الدائمة للأنساق السابقة الذكر وهي النساق الفني النساق الإداري والنساق النظام بالنسبة للمكونات الخارجية التي يجب التفاعل معها من طرف المؤسسة أو ما سماه ببارسونس بالأنساق المكونة للمجتمع إذن حسب بارسونس المجتمع يتكون من ستة أنساق فرعية وأربعة أنساق أساسية وهي بالنسبة للأنساق الأساسية هي النساق الاقتصادي إذن المؤسسة تتفاعل مع هذا النساق من خلال الحصول على الموارد الأولية والبشرية وتحويلها إلى منتوج نهائي أي سلع أو خدمات بالنسبة للأنساق السياسي تتفاعل معه المنظمة من خلال المتطلب الوظيفي الثاني وهو تحقيق الأهداف حيث تضع أهدافها بما يتوافق مع السياسة العامة التي تصمها الدولة للمجتمع إذن بالنسبة لنساق الروابط المجتمعية ونعني به جميع المنظمات الفاعلة في المجتمع والتي تسعى للمحافظة على مصالحه أي مصالح المجتمع كالتنظيمات الحزبية الجمعية بمختلف أنواعها مؤسسات الشرطة الدرك إلى آخره إذن على المؤسسة أن تتفاعل مع هذا النساق من خلال المتطلب الوظيفي الثالث وهو التكامل بمعنى أن تتكامل المؤسسة مع متطلبات هذه المنظمات بمختلف أنواعها إذن بالنسبة للنساق الموالي وهو نساق التنشئة الاجتماعية إذن التنشئة الاجتماعية هي عبارة عن مجموعة القيم والمعايير الخاصة بالمجتمع والتي تنقلها أو تتحكم فيها الأسرة المدرسة المسجد وعلى المؤسسة أن تتفاعل مع هذا النساق من خلال المتطلب الوظيف الرابع وهو الكمون يعني كما أشرنا إليه سابقا تدعيم النمط إذن هذا فيما يتعلق بالأنساق الأساسية التي أشار إليها بارسونس إذن بالنسبة للأنساق سابقة الذكر في حالة تقاطعها فإنها تنتج لنا أنساق أخرى تكلم عنها بارسونس وذكرها كما يلي بالنسبة للأنساق الفرعية النتيجة عن تقاطع الأساسية هي نساق تعبئة الموارد المتاحة للمجتمع وهذا النساق ينتج عن تفاعل النساق الاقتصادي مع النساق السياسي نساق سوق العمل والاستهلاك ينتج هذا النساق عن تفاعل النساق الاقتصادي مع النساق التنشئة الاجتماعية نساق الولاء والتضامن والالتزام بقيم المجتمع ينتج هذا النساق عن تفاعل النساق التنشئة الاجتماعية مع النساق الروابط المجتمعية كذلك نسق تدعيم السلطة ينتج عن تفاعل نسق الروابط المجتمعية مع النسق السياسي نسق الشرعية ينتج عن تفاعل نسق التنشئ الاجتماعية مع النسق السياسي كذلك نسق آخر هو نسق معيار التوزيع يعني تبادل المصالح ينتج عن تفاعل نسق الروابط الاجتماعية مع النسق الاقتصادي إذن هذه مختلف الأنساق التي يجب على المؤسسة أن تتفاعل معها إذن نمر إلى توضيح شكل المؤسسة كنظام مفتوح من خلال هذه الصورة التي هي أمامنا إذن نلاحظ وجود مؤسسة تتفاعل أو تحصل على موارد أو مدخلات من محيطها الخارجي إذن من خلال سوق العمال تحصل على يد عاملة من خلال سوق الموارد الطبيعية تحصل على موارد أولية وطاقة من خلال سوق الابتكارات تحصل المؤسسة على براءات اختراع من خلال سوق التجهيزات والسلاع الوسيطة تحصل المؤسسة على آلات أو على منتجات نصف مصنعة من خلال سوق رؤوس الأموال تحصل المؤسسة على القروض من خلال سوق المعلومات تحصل المؤسسة على ميول المستهلكين كذلك ظروف المنافسين كذلك توجهاتهم رغباتهم هذا بالنسبة لمدخلات المؤسسة بالنسبة لمخرجات المؤسسة توضح الصورة أنها تتمثل في سلع وخدمات تقدمها إلى السوق المكون من مجموعة من الزبائن وذلك مقابل الحصول على رقم أعمال أو أربع إذن من خلال ما سبق يمكن القول بأن المؤسسة التي تستطيع التكيف والتأقلم مع بيئتها يمكن لها أن تنجح وتستمر أما المؤسسة التي لا تتفاعل مع محيطها فلا تلبث أن يلفظها المحيط إلى خارج العملية الاقتصادية وإلى اللقاء في محاضرة لاحقة